ازاي كبنات عاملين ايه انا هلا ثابت ميكوب ارتست وبعمل وصفات وخلطات للعناب البشرة والشعر ووصفات للمطبخ لو اول مرة بتشوفيني اعمالي اشتراك في القناة فعالي زر الجرس ولايك وكومنت نهاردة يا جماعة يوم مهمة جدا اه طبعا انا محضرة كده كوباتش هي باشربها اه فالنهاردة يوم مهمة جدا نهاردة عيد ميلاد بنوتي الجميلة واقولها كل سنة وانتي طيبة اه مش هقول لكم عندها كم سنة لان هي لساز غنطاتة خالص اه كل سنة وهي طيبة وسنة حلوة وسعيدة عليها واتمنى اشوفها في احسن الحالات واحسن حد في الدنيا وعايزة اسمع اه معايدة من منكم كلكم كده معايدة لطيفة البنوتي ربنا يفرحكم بولادكم يا رب النهاردة طبعا هعمل اه حاجات كده جانب عيد الميلاد للاطفال هنفرح العيال الصغيرين هعمل ميني بيتزا اه بس هي هعملها سيومي يعني بطريقة سهلة جدا بسيطة جدا فاش اي كلاكية ولا الكلام اللي باسمعو عندي اه بشرب الشاي ها فليكم معايا عندي هنا خمس كبيات دقيق وحط عليهم كيس خميرة خميرة فورية طبعا انا عارف ان هي جديدة يعني اللي شاكك يحطها في شوية ميضة فيني اعرف ازا كانت اه فيها مشكلة او حاجة عندي هنا خمس كبيات دقيق عليهم كيس اه كيس اه خميرة فورية عندي هنا معلقة سكر رشة ملح معلقة زعتر وعندي هنا اه تقريبا معلقتين زيت اه زيت زيتون وعندي هنا كبيتين اه مية دفيين طبعا كل دقيق وليه النواية بتاعته فيه دقيق اه بياخد وفيه دقيق ما بياخدش المية كلها فاحنا طبعا هنزل المية بالراحة اول حاجة بنزل كل المكونات الجفة بالشكل ده طبعا انا حاجة على فكرة بقى دا يا جماعة مشكلة خالص بالشكل ده تمام فرحوني بقى بلايكاتك يا جماعة النهاردة عيد ملاد بنتي يعني عايزة عايزة فرحة كده تدخل القلب كل سنة طيبة قلب مامي تمام كده هابدأ احط معلقتين الزيت بالشكل ده ده زيت زيتون طبعا عندك زيت عادي برضو حطي بس هو انا بفضل زيت زيت زيتون وبردو براحتك خالص هابدأ اعجل هنزل المية شوية شوية وابدأ الف العجينة وطبعا احنا بعد ما بتخلصها بنسيبها كمان شوية ترتاح وبعدين نبدأ نشكلها طبعا انا بالنسبالي عشان البيتزا سيومي فهو كلها هعملوا عندي صلصة بيزا وفلفل وزاتون بس طبعا انتي لو لو عايزة تعمليها فطاري يعني انا برضو هعمل جزء شوية لاطفال الصغيرين فطاري هحط عليها جبنة موزاريلا او جبنة شيدر زي اللي موجودة عندك في البيت آآ حطي هسيبكو ولف العجينة كويس قوي وارجع لكم كده بعد مع جنت العجينة تمام تقريبا اعدت عشر دقائق عجينها آآ حاسبها تقريبا نص ساعة لغاية ما تهدأ خالص وحبدأ بعد كده اشكل آآ انا بتاعي شوية بياخد دقيقة انا بشتغل بياخد ميا انا بشتغل بديقة ضحى فتقريبا حطيت آآ تقريبا ربع كوباية ميا كمان فوق الكوبايتين اللي انا خدتهم يعني كل واحد ياخد باله من حتة العجين انه في دقيق بيقبل ميا كتير ودقيق ما بيقبلش فالميا تنزل واحدة واحدة ما تنزلش كلها مرة واحدة يلا حاسبكو لغاية ما العجينة تخمر وارجع لكم تاني بكده انا عندي صنية زي ما تشايفين حطا لها ورقة زبدة وحدهنها بالزيت تمام انا تقريبا عدى على العجينة تقريبا 45 دقيقة او ساعة لربع وزي ما انتو شايفين حجم العجينة الضعف قد كده حبدأ اقطع فيها تمام واقسمها بالشكل ده طبعا عشان ميني بيتزا فمشي هتبقى كبيرة قوي زي ما انتو شايفين كده حبدأ اعملها زي البرتقانة الصغيرة وطبعا بعد ما بقطع الكمية اللي انا بتاعتي اللي موجودة بسيبها تقريبا عشر دقايق ترتاح وابدأ اقولكو هنعمل فيها ايه طبعا انا ببعد المسافات لانه آآ طبعا لسه هطبطبها وحط الحاجات اللي احنا هنحطها اللي هي صلسة البيتزا وآآ فلفل الفلفل والزتون والحاجات بتاعتها فزي ما انتو شايفين هخلص الكمية كلها وارجع لكم ايه زي ما انتو شايفين انا كده السمتوم طالعوا معايا سبعتاشر واحدة ما شاء الله يعني كيلو عمل معايا سبعتاشر واحدة بيتزا ليان ميني بيتزا هسيبوهم تقريبا عشر دقايق او ربع ساعي ارتاحوا وبعدين هقولكو نعمل ايه علشان ندخل الفرن بس طبعا فيه تريكات مهمة جدا الاول هنعملها وبعد كده ندخل الفرن خليكم معايا او تروحوا اي حتة تانية كده بعد ما سبت العجينة ارتاح تقريبا عشر دقايق طبعا محضرة هنا زتون فلفل زتون سوري اخضر واسود عندي فلفل اخضر عندي دي السلسة بتاعت البيتزا هنزلكو الطريقة بتاعتها في صندوق الوصف عندي هنا معلقة زيت وهقولكو هنعمل بها ايه وعندي هنا حبة البركة وعندي جبنا شيدر وفلمانك يعني مع بعض حبدا اقولكو على تركاية مهمة قوي لما نحاول نطبطب دي انا طبعا مش عايزة اطبطبها كده بصابعي فا هروح هحطها كده وعندي ده طبق فنجان عادي خالص حبدأ انزل بيها بالطبع ده كده تمام زي ما حضراتكم شايفين وحبدأ اطبطب بالراحة قوي زي ما شايفين سهلة فكرة سهلة جدا مش متعبة خالص واحدة هجيبك جدا نعمل واحدة كمان بالشكل ده وابدأ اطبطب بالراحة قوي كده ولو حبت اتخليها على الناحية التانية برضو براحتك اللي اجيبك هتخلص الكمية كلها وارجع لكم كده انا بعد ما خلصت الكمية كلها جمعها زي ما انتم شايفين كل الكمية طبعا انا كان ممكن اقول لك هتي في استنبات معينة عشان تعملي الحاجات دي بس انا بقول لك اللي في ايدك تقدري تعمليه اعمليه يعني في عندنا مثل في مصر بيقول الشطرة تغزل برجل سوريا انا اسفة برجل حمار يعني اي حاجة في ايدك اي حاجة تقدري تستفادي بيها مش لازم تكلفي نفسك تكلف كبيرة قوي بقال الامكانيات ممكن تعملي احلى من بره تمام دلوقتي هنبدأ اوري لكم هنعمل اا في البيتزا كده هاخد شوية صلصة وابدأ اي انا افردها على البيتزا طبعا انا سوريا انا اسفل انا ما صورتش الصلصة بس هصورها لكم فمرة كده هنزلها لكم هنزل لكم الطريقة في صندوق الوصف تمام الشكل اللي احنا بنسبة للخضار يا جماعة ممكن تحطي اي خضار حبة ممكن تعملي ترنشاط بصل جوليان تحطيها ممكن مشروم ممكن كزا حاجة ممكن تحطيها اللي تلاقيه ولادك بيحبوك هتفرح اللي حواليك بي اعمليه اخلص الكمية كلها وارجع لكم داني كده زي ما انتم شايفين انا خلاص وزعت الصلصة على على البيتزا كلها تقريبا تمام حبدأ دلوقتي احط الخضار بتاعي اي اي ماذا تقول زي ما حضراتكم شايفين هعمل صنية واحدة لكم عشان ما اخدش من وقتكم بتير وفلفل زي ما انتم شايفين كده كميات مش كبيرة بس بتعلي تست حلوة قوي طبعا انا احنا قلنا هنعمل صنية كده بالجبنة زي ما حضراتكم شايفين شايفين يعني مش هادا اقول لكم الطعم طبعا مش حوصفه لان انا بعملها كتير وعارفة قدي بتطلع حلوة قوي تمام يمكن انا بعملها كمان عملاقة قوي فخليكم معايا لغاية وخلص الكمية كلها وقلوكم هنعمل ايه هي دي الصنية اللي هنخليها بالجبنة هنحط شوية جبنة على كل آآ واحدة وهدخلها الفرن وحرجع اوري لكم شكلها عامل ازاي خليكم معايا هخلص باقي الكمية اقول لكم شكلها بان تخرج من الفرن وكده يا بنات بعد ما البيتزة بتاعتي تلهت من الفرن دي اللي حطينا عليها الجبنة اللي قلنا حنفطاري ودي الصيامي مش عايز اقول لكم طحفة 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 لازم تجربوا الطريقة بتاعتي طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا وهتفرح الولاد وكل سنة وانت طيبة يا قلبي مامي ترجمة نانسي قنقر